السلام عليكم ورجعنا لكم فيدي جديد وياهلويا مرحبا بالجميع تذكروا لما كنا نقول ان فيه تسريبات عن تحديث جديد يبينزل بعد اسبوع طلعت التسريبات صحيحة واعلنت روكستار بالامس عن التحديث ومبعد الاصدار وبصراحة ما توقع تكون التحديث كبير وفيه املاك جديدة بهذا الشكل لانهم قالوا بالتسريبات ان فيه توسعة للتجارات وعلى ما يبدو ان فيه تجارات واملاك جديدة تماما والشيء الغريب بالموضوع ان روكستار خططت لهذا التحديث من سنة تقريبا وبتعرفون ايش اقصد خلال الفيديو طيب بدون اي مقدمات طويلة بالامس تم الاعلان الرسمي عن هذا التحديث تقدروا تشوفوا الاعلان بالفيديو الماضي والنظام اللي دائما اسويه بالقناة اني انزل الاعلان الرسمي في فيديو الحال وبعدين ننزل فيديو ثاني ونحاول نعرف كل التفاصيل والاشياء الجديدة اللي بتنزل مع هذا التحديث كبداية اسم التحديث الجديد هو The Contract وموعد الاصدار بيكون يوم 15 ديسمبر او الاربعاء القادم من هنا بنطلع من اللعبة شوي ونروح لموقع روكستار وهناك بنتعرف على كل التفاصيل الجديدة الخاصة بهذا التحديث في احلى الصفحة عندنا الاعلان الرسمي وما ابي اشغله مرة ثانية لاني نزلت بالفيديو الماضي بعدين نقول لك خلال السنوات اللي راحت ومن وقت ما فرانكلين واصحابه سرقوا البنك المركزي اللي هو The Union Depository وهنا يقصدون المهمات بالوفلاين فرانكلين كان جالس يجهز لبعض الخطط المستقبلية يعني يا شباب لما نقول ان فيه شخصيات قديمة ترجع للالاونلاين فبكل بساطة فرانكلين بيرجع وهذه مرة بمغامرة ومهمات جديدة تماما واذا نزلنا لهذه الصورة بنشوف لها مار على اليسار وفرانكلين جنبه وشكله جدا متغير وصار تقريبا رجل اعمال بدل من رجل عصابات علي مين فرانكلين فيه عندنا شخصية ما اتذكر اني شفتها من قبل وعلى ما يبدو ان هذه شخصية جديدة بنتعرف عليها وقت التحديد وطبعا ما ننسكل بفرانكلين مشهور واللي ساعدنا في بعض المهمات بطور الوفلاين ننزل شوي لتحت وهنا يبدأ الحماس يقول لك ان فيه املاك جديدة بتقدر تشتريها واللي بيكون اسمها فرانكلين كلينتون انت بارتنر او بمعنى ثاني وكالة حلول المشاهير يعني تقدر تقول ان من هذا المكان بتساعد وتقدم خدمات وتسوي مهمات جديدة لعدد من المشاهير بالمدينة وفي الاربع سطور اللي تحتها يقول لك ان فرانكلين يحتاج للشخص يقدر يوثق فيه عشان يساعد في تطوير وتحسين هذه الاملاك وهذا الشخص هو انت او م انت بس يعني اي لاعب في الانلاين تشتغل مع فرانكلين وتساعد في التجارات والمهمات الجديدة اللي بتقدر تشغلها من داخل المبنى الجديد في الصورة اللي تحت نشوف على ما يبدو مبنى جديد تماما واحتمال ما يكون مبنى وانما غرفة واحدة داخل المبنى الجديد يا اما بالدور ارضي او اعلى دور بكل الاحوال يقول لك ان فيه شخص اسمه دي جي بو جالس يتواصل مع فرانكلين مثل ما قلنا ان فرانكلين عنده وكالة لمساعدة المشاهير فهذا الشخص جالس يتواصل مع فرانكلين عشان يقول له ان الدكتور دري وتشوفونا هنا بالصورة يحتاج لبعض الخدمات وظيفتك انت كلاعب انك تساعد فرانكلين عشان تقدم هذه الخدمات واللي بتكون عبارة عن مهمات جديدة بالاولان بعدين هنا وبالاربع اسطر الجاية نرجع للماضي شوي وتحديدا سنة كاملة تذكرون في بداية تحديث الجزيرة ولما كنت رايح للطيارة في اول مهمة بالتحديث اذا تذكر كويس ودقيقة خليني اشوف اتوقع الفيديو عندي من ذاك الوقت طيب اذا تذكر كويس فدكتور دريك كان موجود معنا وكان على وشك ان يطلع بالطيارة لكن اللي صار ان النسى جواله في السيارة بعد ما وقفها قدام البيت واللي فيها اغاني وموسيقى حصرية ولسه ما صدرت وما يصير اي احد يسمعها قبل لا تصدر وفجأة يجي اتصال ومن خلاله يعرف دكتور دريك ان السيارة انسرقت وفيها الجوال وفيها الاغاني والمعلومات المهمة فيسحب دريك على الرحلة ويرجع للبيت في محاولة للبحث عن السيارة والجوال المسروق من هنا بنحول الموقع الكستار ويقولك ان الجوال طلع مع الناس سمعتهم سيئة والمفروض انه ما حد يقدر يوصل للمعلومات اللي فيه والشغلة ما رح تكون سهلة ابدا لان فيه عصابات ومهمات كثيرة لازم تسويها عشان تحاول ترجع المعلومات اللي راحت تدرون اش الشيء الغريب بالموضوع ان روكستار خططت لهذا التحديث من وقت صدور تحديث الجزيرة يعني تقدر تقول انهم خططين للتحديث من سنة تقريبا والان حتى اعلنوا عنه بشكل رسمي طيل نزل شوي لتحت وهنا فيه حماس من نوع ثاني ويقولك خليك جاهز عشان تلف المدينة بداية من شوارع فرانكلين والاحياء القديمة وصولا لوحدة من اكبر الحفلات بالمدينة ومن القصور سيئة السمعة لمكاتب الف اي بي ولأي مكان بينهم انت وفرانكلين والهكر ايماني والكلب الشوب والفريق اللي معك تشتغل مع بعض عشان تكملوا المهمات الجديدة واللي بتصدر يوم الاربعاء الجاي طبعا يا شباب الترجمة موحر فيها وفيه كثير كلمات جالس اغيرها عشان لا تصير بشكل رسمي اكثر من اللازم هنا بالسطورة اخيرة يقول لك ان فيه اخبار جديدة بتنزل بالايام القادمة عن هذا التحديث وان فيه عدد كبير جدا من الموسيقى الحصرية لدكتور دري واللي لسه ما صدرت بشكل رسمي عدد من الاسلحة وعدد من السيارات الجديدة واشياء كثيرة نتعرف عليها وقت تصدر الاخبار في الايام القادمة من هنا بدنتقل للصور واللي لحد الان ما تكلمنا عنها في هذه الصورة نقدر نشوف سلاح كهرباء جديد بسبب كومباكت اي ام بي لانشر والمفروض ان يطفي الكهرباء بس مدري ليش مفجر السيارة بالصورة لكن منشتري سلاح ونجربها اول ما ينزل بالتحديث على اليسار تحت عندنا سيارة الروز رايز الجيب واللي باللعبة جاي باسم اينوس جوبالي وعلى ما يبدو انها بصفحة وفيها رشاشات امامية من الحين اقول لكم توقعوا الشخصي ان عشان تجيب سعر الخصم لهذه السيارة لازم تستعملها عشان تسوي واحدة من المهمات الجديدة على ايمين السيارة في عندنا صورة المبنى الجديد والمعروف بـ The Agency او الوكالة وتقدر تشوف صورة اوضح لهذا المكان من خلال فيديو الاعلان عن التحديث حتى في صورة لمكتب فرانكلين واللي اتوقع انك لازم تروح عليه عشان تقدر تبدأ المهمات في الصورة اللي تحت عندنا مسدس الكهرباء العادي وموجود في مهمة الكازينو على يمينه في عندنا الثاني سيارة جديدة واللي اسمها دوباتشي تشامبيون والمفروض انها سيارة رياضية لكن اذا تشوفون على الابواب في بعض التصفيح فهل تنفجر من صاروخ واحد؟ هذا الشيء بنعرفه وقت التحديث فوق السيارة في عندنا The Armory والمعروف انه Armory هو مكان تصنيع الاسلحة والدروع مع انه لحد الان مافي غير صورة لسلاح واحد جديد فما ادري اذا كنا بنقدر نشتري سلاح الكهرباء من اي محل في المدينة او لازم نصنعه نفسنا داخل المبنى الجديد على كلام روكستار انه في اسلحة جديدة بتصدر وعلى الاغلب انه في اشياء جديدة بتنزل مع الوقت بعد التحديث وهذا كان كل شي عن تفاصيل التحديث في موقع روكستار والحين بننتقل لبعض الصور من فيديو الاعلان الرسمي بدايتنا مع هذه الصورة وعلى ما يبدو ان المبنى الجديد فيه قراج ويقفل لعشر سيارات تقريبا يعني خمسة من اليمين وخمسة من اليسار عندنا غرفة خاصة للموسيقى واللي المفروض يقابلنا فيها الدكتور دري عشان يعلمنا عن المهمات الجديدة مكتب فرانكلين واللي اتوقع بيكون متواجد فيه بشكل دائم ولازم تروح عنده عشان تقدر تبدأ المهمات الجديدة بالنسبة للمبنى اللي متوقعينه يكون المكان الجديد فمن الصور قدروا بعض الناس يحللوا المكان وجالسين يقولوا انه تقريبا هذا هو المبنى اللي بينزل فيه التحديث وبعكس الشركات او نادي الدراجات على الاغلب بيكون عندنا مبنى واحد لكل اللاعبين نفس الكازينو يعني وفي قسم داخل هذا المبنى تقدر منه تبدأ المهمات وهذه كل الاخبار متوفرة للتحديث الجديد في خلال اسبوع ويوم الاربعاء تصدر مهمات جديدة تماما لاجتئة اونلاين فرانكلين لامار بيرجعوا له الاونلاين بالاضافة للهكرة جديد ايماني واللي بيساعدونا عشان ندور على جواد دكتور دري ونرجع كل المعلومات اللي عليه بنسوي زيارة لحياء العصادات القديمة ولواحد من افخم القصور بالمدينة ومع اختلاف المكان بيبقى الهدف واحد وهو انك تكمل المهمة وترجع المعلومات المطلوبة اسلحة جديدة سيارات جديدة محطات راديو موسيقى حصرية فقط للجد اي اونلاين هذه لسه البداية وجزء من الاضافات الجديدة اللي بتنزل للعبة في الاسابيع القادمة فجهز نفسك وجهز فلوسك لان على ما يبدو بيصير حرق للفلوس في وقت اصدار التحديد من هنا اكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله